من جانب الآخر الوضع في المؤسسات والأمور المصرية الخاصة بالتعليم تحديداً عشان فيه كلام كتير بخصوص الوضع في الجامعات والمدارس بعد هذه القرارات الأخيرة وما قبلها من قرارات في بعض مواقع كتبت على السوشيل ميديا أن فيه أخبار أن الدراسة في المعاهد والجامعات حتتلغي والامتحانات حيتم استبدالها بالأبحاث عشان ما يحصلش تكدس لكورونا زي ما هم قالوا يعني المركز الإعلامي المجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم العالية والبحث العلمي واللي نفت الأخبار دي كلها وأكدت أن الحد دلوقتي ما تمش إصدار أي قرارات في الموضوع ده تماماً وأن فيه انتظام لسير العمليات التعليمية للفصل الدراسي الحالي في جميع الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهاجين ما بين الانلاين وبين الحضور ونسب الحضور والغياب مع الأخذ في الاعتبار بكل تأكيد الإجراءات الاحترازية اللي احنا كمان كطلبة مسؤولين عنها نلبس الكمامات نقعد بعيد عن بعض ولو فيه دكتور قعدنا قريبين من بعض ونقول له لا فيه كورونا دكتور مش هينفع نقعد في مكان واحد في السكشن أو في المحاضرة أو في المعمل فيه جزء علينا وجزء على الإدارة